لا أخش معك تاكتك على طولها مرحبا كان النهاردة 4 3 3 دايما وطبعا هو غيرها كتير في وسط المطش يعني بس دايما بتديك الأمان الدفاعي بتديك الراحة النفسية دفاعيا بتخليك طول الوقت حاسس انه المنتخب تقييد دفاعيا حسنا نتكلم في كاسي وامل أفريكا في مرحلة خروج المغلوب كنت دايما ما بيخشش فيك إهداف بس نسناع الجول يدخل فيك من المغرب من ضربة جزاء غير كده انت دايما بتحافظ والنهاردة حافظت دالي خليم التامن كمان 120 ديئة كوديفور 120 ديئة كاميرون 120 ديئة سنغال 90 ديئة سنغال تخدش فيك جون منظومة كيروش الدفاعية منظومة الفريق تغلبت على جودة أفراد السنغال النهاردة وأنا بتفرج على الماتش عرفت الفرق ما بين مدرب بروجراسيف ولكنه مدرب شاب ما عندوش الخبرات الكافية لإدارة منتخب السنغال في المواقع ومدرب تاني زي ما يسلام كان بيتكلم ماسك المنتخب له أقل من 6 شهور بس بس مدرب مدرب عقر مدرب يا جماعة لو هم عندوهم تشكيلة ممكن تبقى على الورق أقوى مننا وده فعليا احنا عندنا مدرب أقوى من المدرب بتاعهم وده برضو فعليا قبل ما ندخل كنا بتفرج معك لقطة لما نزل وقف مع اللعيبة قبل في الهفتايم مدرب يا جماعة عندو فكر مدرب قريب من اللعيبة مدرب حنشوف بقى تكتكسو عملي بدأنا شناوي شناوي في حراسة المرمى عمر جابر الورق اللي راهن عليها ونجحت نجحت في الأدوار الهجومية والدفاعية هنا كان بدأ بمحمد عبد المنعيم قبل الإصابة الوينش فتوح ثلاثي نص الملعب اللي تعودنا عليهم حمدي فتحي السلية النيني والسلية هنا بدأت ريزي جي لأول مرة بيبدأ مع الراجل مصطفى محمد موسيقى المترجم للقناة